السلام عليكم ازايكم احنا متابعين عاملين ايه النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكارت الحلو ده كارت شيك جدا ينفع بقى في عياد الميلاد هدايا في عياد الميلاد او في المناسبات السعيدة شكل حلو قوي قوي وطريقته سهلة جدا وبسيطة تابعوني لحد اخر الفيديو انت تعرفوا الطريقة بالتفصيل في البداية هنستخدم ورق ملون طبعا هستخدم الالوان اللي انت عايزاها ده ورق مأسفر ايه تمام هبدأ اعمل بقى مربع اطواله 15 سنتي في 15 سنتي تمام انا هستخدم اللون البنفسجي والورود هعملها باللون البنك ممكن بقى طبعا تستخدم الالوان اللي انت عايزاها هبدأ بقى كده هحاول اعمل زي ارتاس هعاوز جانب من جوانبو جلوب كده عشان هلزقوا وبعدين هعمله زي الارتاس تمام هحاول كده اضبطوا عشان يبقى شكله حاجة بعد كده بقى هجيب الاستراس ده هبدأ الزقوا ممكن بقى تلزقي بالجلوب ممكن تلزقي بمسدس الشامع اللي ريحي انا لزقته بالجلوب لما لقيته فكك شوية بدأت ان انا اعيد على الاجزاء الفكه بمسدس الشامع تمام بس الجلوب يعني بتحتاري تتكى عليه شوية كده علشان يثبط معك وما يفكش اهو اهو شايفين في اجزاء بتفك بطر ان انا عيد عليها دي ده كده الجزء الاول بعد كده بقى برضو هقصه مربع بس باللون البنج اه اطواله عشرة سنتي في عشرة سنتي هبدأ الفه بالشكل ده علشان اعمل الوردة خلاص هعمله مسلس ومسلس ومسلس اهو ده كده المسلس التاني وده كده المسلس التالت عند الراس المقفولة وهبدأ ان انا ارسم الشكل ده كده اهو ده الخط ده اللي انا هقصه تماما علشان يطلع شكل الوردة مظبوط معي طبعا الوردة دي احنا عملناها كتير قوي في كذا فيديو اهو اضبط بقى الحواف لو فيه اي اجزاء عايزة تصبيط تماما عملت ثلاثة هبدأ بقى قص بالشكل ده الاولانية ورقة ونص اللي بعديها اتنين ونص واللي بعديها ثلاثة ونص تمام هبدأ بقى اجيب عصاية شش توك او خلة سنان وابدأ الف عليها الشكل ده علشان عارف اضبط الجزء الصغير ده هلفه ده يرميدوه واسبته كويس ودي كده فروع الوردة تانية كلهم بالشكل ده وابدأ بقى الجزء التاني هتنيه برده ولفه على بعضه واوصل الجزء الاول جلو وبعدين هسبتهم فوق بعض بالشكل ده تمام تمام هكمل كله بنفس الطريقة علشان تكمل عندي الوردة اشتركوا في القناة ولو حسنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هبدأ بقى ثبت اخر ورقة بالشكل ده وبكده الوردة تكون كملت معي واشيل بقى سيتش اشترك انا كده مش محتاجاها خلاص هجيب بقى مربع طوله 7 سنتي في 7 سنتي وابدأ ان انا اعمل ورقة شجر كده ده للزينة يعني تمام هرسمه شكل كروكي كده خلاص وهقصه بالشكل ده بس خلي بالي يعني ما قصش للنهاية علشان الفرع ما يتقصش معي قديم ساحة كده للفرع علشان يطلع شكله في الاخر مزبوط تمام زي ما انتو شايفين كده شكل بسيط يعني اهو وها بقى بالاستيكة كده هبدأ امسح الرصاص الموجود خلاص بس بالراحة طبعا لان الفرع بيبقى رفيع قوي ممكن يتقطع معي تمام بكده جهز هعمل برضو نفس الموضوع في الفرع التاني بس هعملهم اربع فروع براحتك طبعا ده اختياري يعني اهو بعد ما خلصته هجيب بقى انا جبت لون بنفسجي بس بنفسجي الفاتح وهبدأ ان انا احدد كده القرطاص طوله قد ايه وهعمل القرطاص اصغر منه شوية في المقاسات تمام يكون اقصر منه ده اللي هو المفروض هيبقى الكارت يعني تمام هزبطه واضي له حردة كده من الجوانب بالشكل ده اهو شكله كده مضبوط معي هجيب بقى ضب الفيس والزقه وابدأ اسبت عليه الوردة طبعا انا حاولتها اللزقها بس انا في الاخر لزقتها بالشامع يعني تمام؟ والزق كمان الفروع وزبطهم واكتب بقى كلمة هابي بيرس داي او اي كلمة احنا عايزين نكتبها يعني اي كلمة معايدة او حتى لو هتقدميها العريس وعروسها اي كلمة انت حبها تكتبيها وهنا بقى هتسريع كده وردة من احنا عملناها قبل كده برضو وردة من الورق كده داير ميدور باجيب دايرة وبعدين اقصها كده حلزونية وابدأ ان انا اسبتها اهو كده الوردة جهزت معايا انا شرحتها في فيديو كامل لوحدها وبالاسترس دا بقى هبدأ بمصدس الشمع علشان يسهل علي والف الاسترس دا كده داير ميدور حوالين الورطاس اللي انا عاملاه او الكارت يعني تمام اقص الزوايد وبشريت ستان هعمل فيونكا بالشكل دا فيونكا بسطة جدا واقص باطرافها هسابت الفيونكا بالمصدس الشمع حديدها كده في المنتصف تمام وممكن بالدابل فيز او ممكن نسبت الوردة بمصدس الشمع عادي تمام والكارت انا حابة بقى ان انا اعمل برضو فروع الشجر علشان ازين الوردة كناحية جمالية بس مش اكتر تمام هبدأ بقى لزقهم بجد شكل وشيك جدا وبطريقته سهلة جدا وينفع هدية قيمة هدو بيها سواء اصدقائكم او او هدية قيمة في عيد الام وبس كده دي كانت فكرة النهاردة اتمنى تكون فكرة النهاردة عجبتكم وما تنسوش لو اعجابكم الفيديو وتنسوش تعملوا لايك وشائروا سبسكرايب ومع السلامة اشتركوا في القناة